بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة العرفان الإلهي إن العرفان الإلهي هو منتهى آمال السالكين إلى الله تعالى وهو محط أنظار المتقين وغاية أهداف المتقين وهي قضية تهم الجميع ولا يسع أحدا الاستغناء عنها لأن الفرق الأساسي بين الإنسان وبين باقي المخلوقات الأخرى هو قدرته على بلوغ العرفان الإلهي كثير من الناس يقولون نحن نصلي ونصوم ونحج البيت ونؤدي الزكاة ونتصدق وندعو ومع ذلك لا نرقى إلى درجة نجد فيها حلاوة الإيمان ولذته فما المشكلة يا ترى؟ وأين السبيل للتعرف على الطريق المختصرة والناجحة للعرفان الإلهي؟ بداية نقول إن طريق العرفان الإلهي هو طريق لا يعرف اليأس ولا القنوط بل يحتاج صبرا بعد صبر ومجاهدة تتبعها مجاهدة إن بعض الناس قد يبيتون ليلهم باكين متضرعين قياما وسجودا ولكنهم لا يجدون لذة العرفان الإلهي وسرعان ما يتولد اليأس في نفوسهم ويقولون إما أن الله غير موجود أصلا أو أنه موجود لكن طرق الوصول إليه مجهولة وغير معلومة بل ليس هناك من سبيل للوصول إلى معرفته والحق أن كلتا الفكرتين باطلتان فكل ما يسعى الإنسان إليه فلابد من طريق للوصول إليه ولم يصل الإنسان إلى هدفه ما لم يسلك هذا الطريق ويلزمنا قبل سلوك الطريق أن نعرف أولا ما هو الذي نسعى للوصول إليه وما هو معنى العرفان الإلهي إن العرفان والمعرفة كلمتان عربيتان تنطويان على المعاني المرادفة للعلم ولكن هناك فرق بينهما وبين العلم ذلك أن العلم يمكن الحصول عليه دون بذل جهد وتدبير ولكن لا يتأتى العرفان إلا من خلال التدبر وإعمال الفكر لا شك أن العلم أيضا يستخدم بمعنى العرفان ولكن العرفان لا يمكن الوصول إليه إلا بعد التدبر والتفكير الطويل حتى يعرف الإنسان ربه فبين العلم والعرفان معنى مشترك ولكن يضاف أن العرفان لا يتأتى إلا بعد جهد وتدبر وإعمال للتفكير والتأمل فالمعرفة الحقيقية هي أن يتعرف الإنسان على أحد من خلال ميزاته التي يتحلى بها بشكل خاص ويمتاز بها عن غيره فمثلا أقول إنني أعلم عن فلان كما أعلم عن غيره لكن لو قلت إنني أعرف فلانا فمعناه أن علمي به قد تخطى حدود الظاهر وأنني قد اطلعت أكثر على حقائقه ومميزاته وصفاته الذاتية ويمكن أن نقيس هذا على صفات الله مثلا فكثير مننا يعلم أن الله هو الرحمن وأن الرحمن هو اسم من أسماء الله الحسنى لكن شتانا بين ذلك العلم وبين أن يتعرف العبد على ربه من خلال اسم الرحمن فهذا يتطلب بحثا وتأملا وتعرفا ومعايشة بل وتجربة حية أيضا وكلما زاد التدبر والتعمق كلما ارتقى العبد في معرفته لإسم الله الرحمن إن الإنسان لا يكون عارفا بالله تعالى لمجرد علمه بالصفات الإلهية الواردة في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف فحسب فمثل هذه المعرفة يعرفها الجميع ولا تكفي لفتح مدارج الترقي إنما العارف من يكتسب معرفة الله وتعني هذه المعرفة أن يلمس في الله تعالى تلك الصفات التي تتميز بها ذاته سبحانه ولا توجد في غيره سبحانه وتعالى فحقيقة العرفان الإلهي هي تعرف الإنسان على الذات التي تتحلى بتلك الصفات التي علمها أو سمع عنها وليس فقط مجرد العلم بهذه الصفات تابعونا في الحلقة القادمة